اصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب تقريرها السنوية الثامن للعام الأكاديمي 2015-2016 تحت شعار التعلم مدى الحياة حيث تضمنت صفحات التقرير أبرز النتائج والإنجازات في مجال مراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ونتائج الامتحانات الوطنية وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات التفاصيل في التقرير التالي التعلم مدى الحياة تحت هذا الشعار أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب تقريرها السنوية الثامن للعام الأكاديمي 2015-2016 حيث تضمنت صفحات التقرير أبرز النتائج والإنجازات في مجال مراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ونتائج الامتحانات الوطنية وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات وقد كشف التقرير عن التطور الملحوظ في بيئة البرامج الأكاديمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي حيث أصبح لدى القائمين على هذه المؤسسات اهتمام أكبر بجودة المقررات الدراسية المقدمة للطلبة من أجل تقديم مخرجات تعليمية تمتاز بالكفاءة والمهارة والمعرفة المستدامة كما أظهر التقرير وجود تحسن في نتائج هذه المراجعات حيث تراوحت نسب الحاصلين على تقدير جيد ما بين 50 و 65% بالإضافة أنه في الدورة الثالثة لم تحصل أي مؤسسة على تقدير غير ملائم ما يؤكد على أن نسبة الأداء قد ارتفعت وبشكل أفضل ومن جانب آخر ذكر التقرير بأن نتائج مراجعات المدارس أكدت تفوق مدارس البنات على مدارس البنين حيث حصلت الأولى على تقدير ممتاز كما ارتفعت نسبة المدارس الحكومية الحاصلة على تقدير ممتاز من 7% إلى 16% في الدورة الثالثة بعد أن قامت بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع نتائج التقارير وإدخال التحسينات المستمرة على جوانب العمل المدرسي والتركيز على رفع مستوى الطلبة الأكاديمي إلى ذلك طرح التقرير عددا من المشروعات المتعلقة بتطوير الإطار الوطني للمؤهلات لتستفيد منه الجهات المرخصة للمؤهلات ويعد التقرير السنوي من أبرز سبل الكشف لشفافية ومصداقية عن أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ونتائج الامتحانة الوطنية وأطر المؤهلات في مملكة البحرين المعلومات التي جاءت في التقرير تعطي صورة متكاملة وواضحة عن مستوى جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وجودة النظام خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين وللتعرف أكثر على تفاصيل التقرير معنا في الاستوديو دكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب دكتورة طبعا في البداية أظهر التقرير السنوي للهيئة تفوق نتائج مدارس البنات على متائج مدارس الأولاد الأولاد لا نريد أن نحازل الإناث هنا ولكن التقرير أظهر ذلك برأيك ما هي الأسباب خلفه وراء هذا التفوق طبعا أول شيء أشكركم على تحت الفرصة لتحدث عن التقرير السنوي وعن هيئة جولة التعليم والتدريب وبالنسبة لسؤالك هذه الظاهرة ثلاثة ظاهرة عالمية في كل دول العالم تقريبا تفوق البنات أو الإناث على دكور واضحة ولكن قد تكون الفجوة يمكن أكبر عندنا في البحرين ويمكن في الوطن العربي ويمكن عممها حتى على الدول المحافظة يمكن في بعض الشأن يمكن كأسباب عالميا هو دافعية البنت البنت دائما تبت تثبت عمرها لأن دائما كما لو أنه في أفضلية على الولد عن البنت فلذلك دافعيتها تكون أقوى من غيرها على أساس أنها تثبت نفسها إضافة لذلك يمكن في مجتمعنا الأولاد عندهم مساحة حرية أكبر يطلعون أكثر في حين أن البنت يمكن عندها جلوسة في البيت يعطيها فرصة أنها تذاكر أكثر وتستعد لمتحاناتها ولدروسها هذه الجوانب دكتورة ربما تغيرت في الفترة الأخيرة لم يعد هناك أي فرق بين الفتاة والولد في مجتمعاتنا خصوصا في المجتمع البحريني ربما تكون البيئة المدرسية المحاطة بالإناث لها أسباب أخرى أو أساليب تعليمية أفضل ربما حسب التقرير من البيئة المدرسية للبنين صحيح يعني هاي النقطة الثالثة المعلمين من الذكور الدافعية نفس الموضوع اللي ينطبق على البنات والأولاد من كطلبة ينطبق كذلك على المدرسين ما عندهم الدافعية نفسها ما عندهم مو بالكل طبعا لا نتحدث عن الكل لا نعمل ولا نعمل ولا نعمل فلذلك تلقين حتى المدارس اللي الأولاد ويقيم عليها ويقوم عليها سيدات أو نساء في التدريس تلقين في أفضلية أو مستوى أعلى تكون من باقي المدارس دكتورة ما هي الجوانب التي تتطلب خطط تطويرية حسب نتائج التقرير الأخير نعم النتائج طبعا في عندنا مملكة البحرين دائما سباقة في ما هو الأفضل والأحسن والحمد لله مملكتنا حباه الرحمن برعاية القيادة وعلى رعاية سمجالة الملك والهيئة نفسها أصلا أحدى مبادرات تطوير التعليم في المملكة التقرير السنوي اللي تصدره الهيئة طبعا هو يبين الوضع العام للتعليم والتدريب في المملكة يقر من قبل مجلس الوزراء الموقر نحن عندنا كذلك عدد من التقارير الدورية اللي نقدمها المجلس على تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة هناك كنت فيه توجيهات للمعنيين بكيفية التطوير والخطط اللي لازم تعمل لهذا الشأن إضافة لذلك فيه توصيات ترفع لمجلس الوزراء الموقر في أمور كثيرة وعلى سبيل المثال عندنا قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة وبين وزارة التربية والتعليم بشأن إنشاء نظام لامتحان الوطني موحد بين الهيئة وبين الوزارة فهذه من الأمور اللي تدفع بها التقرير نعم دكتور ربما هذا أبرز محور يهم الجميع وخط تحديدا المجتمع البحريني حول المؤسسات التي حصلت على تقييم غير ملائم مؤسسات المهنية والتعليمية التي حصلت على تقييم متدني أو غير ملائم في التقرير الأخير ما هي الإجراءات التي ستقومون بها تجاه هذه المؤسسات لتعديل أوضاعها والدفع بها إلى الأمام؟ نعم طبعا الهيئة في تقريرها تضع توصيات بعد المراجعات تضع توصيات لهذه المؤسسات التعليمية والتدريبية بالذات المؤسسات التي حازت على غير ملائم مفترض من هذه المؤسسة نفسها أنها تعمل على وضع خطط لكيفية تطوير مستواها وكيفية تلبية التوصيات لرفع المستوى التعليمي الذي يقدم للطلبة كذلك الهيئة تقوم بمراجعات أو زيارات للمتابعة لمعرفة مدى التطور التي تقوم به هذه المؤسسة من أجل تلبية التوصيات التقارير هذه جزء من حث المؤسسات على تطوير نفسها ويعني جزء من هذا الموضوع قد يكون مثلا عندك مشروع تحسين المدارس التي تقوم عليه وزارة التربية والتعليم مرتبط ارتباط مباشر مع تقارير الهيئة والمدارس التي يمكن غير ملائمة نفس الشيء بالنسبة لندوات التي تقوم بهذه المؤتمرات التي تقوم به من أجل نشر الوعي عن جودة التعليم نعم دكتورة قبل دهمنا الوقت ولكن قبل أن نختم هذا اللقاء الهام فعلا حول هذا الموضوع هذا هو التقرير الثامن لهيئة مراقبة الجودة عدد المؤسسات التي أعلنتم أنها مستوها غير ملائمة ألا ترين لنزال العدد كبير بالنسبة للمستوى التي تطمح لها مملكة البحرين في مستوى التعليم هو كلامك صحيح في أننا لا يرقى لمستوى الطموح من هذه الناحية ولكن هناك تطور في بعض المؤسسات على سبيل المثال المؤسسات التدريب المهني الآن الجيد وما فوق 65% من هذه المؤسسات هناك تطور في المؤسسات نفس الشيء بالنسبة لجامعات لما بدأنا كان تقريبا ثلث المؤسسات فقط ثقة الثقة محدودة والثلث الثاني غير جدير بالثقة الآن في 74 مراجعة للبرامج الأكاديمية عندنا ما يقارب 70% ثقة هناك تغيير كبير هناك تغيير نعم وتطور وانتمنى طبعا الأحسن الأفضل إن شاء الله دكتورة جواهر لمضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب شكرا جزيلا لك تسليمي شكرا